اشتركوا في القناة ولا بد من اختيار اسم مناسب وجميل ينادى به لأن الاسم يؤثر في شخصية الإنسان ولا نرغب في أن يؤثر سلبا على شخصية هذا الإنسان بل نريد كل ما هو بتأثير إيجابي على شخصية الإنسان ومن هذه الأسماء اسم شمس فتابعونا إلى نهاية الفيديو معنى اسم شمس يعتبر اسم شمس من أرق الأسماء وأجملها التي يتم بها تسمية المواليد وهو اسم يدل على الإشراق والتفاؤل والبهجة حيث تطلق على المواليد الذكور والإناث وفي الغالبية يذكر الاسم للذكور دون الإناث ولكن يكون الاسم للمذكر مثال شمس الدين أو شمس الحرية وهناك أسماء عديدة ويرجع أصول هذا الاسم لأصول وجذور عربية قديمة الأصل وتعني الشمس التي تضيء الكون وتنيره وتجلب لنا الدفء في النهار وتعكس على القمر الذي يضيء لنا في الليل صفة حامل اسم شمس يمتاز حامل اسم شمس بالعدد من الصفات المميزة لحامله ومن أهم هذه الصفات ما يلي يمتاز شمس بالذكاء والفطنة الشديدين يمتاز حامله بالنشاط والحيوية والتفاؤل وحب الناس وتقديم كل ما هو خير لهم يمتاز شمس بأنه اجتماعي وله علاقة حميمة كثيرا هو إنسان واضح وصريح جدا ولا يحب الغموض على الإطلاق مجد ومخلص ومحب لعمله ويقوم بإتقانه وإنجازه على أكمل وجه يعتمد عليه في أصعب الظروف لأنه قادر على تحمل المسؤولية كما أنه يسعى جاهدا ويبذل كل ما في وسعه لتحقيق مستقبل أفضل وباهر شخصية صاحب اسم شمس يحب القراءة والرسم ويحب الفن بأنواعه يقدم العون والخير والمساعدة للآخرين تتميز شخصية شمس للجنسين الذكر والأنثى بأخلاقهما الحميدة فهو شخص محبوب ومميز يمتاز أيضا بالعديد من الصفات الطيبة كالطيبة الشديدة ويقوم بالكثير من الأعمال التطوعية ومتضامن مع المجتمع ويشارك الناس أفراحهم وأحزانهم لا يحقد ولا يحسد ولا يغار ممن هم أفضل منه وجهه نقي ومضيء ولا تكمن في صفاته البشاعة ولا العبوز وهو من الشخصيات المبدعة المتألقة من هوايته المفضلة الفن والقراءة والرسم وتمتز الشخصية بالإطلالة المشرقة والمبهجة دائما حكم التسمية باسم شمس في القرآن قد أفتل عديد من الفقاهاء والعلماء والشريعة الإسلامية أن اسم شمس جائز تسميته فهو لا يحمل أي معنى سيء ولا يدعو للشرك بالله ولا التكفير بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم كما أن اسم شمس ذكر في القرآن وهناك سورة في القرآن الكريم اسمها الشمس فلا منع من تسمية هذا الاسم نكون الآن قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم والتي تطرقنا فيها إلى كل ما يخص اسم شمس من معنى وصفات وكذلك حكم الإسلام من التسمية به إذا كانت لديكم أي أسماء تودون أن نقوم بعرضها في قناتنا كل ما عليكم هو وضعها في تعليق أسفل هذا الفيديو وسوف نقوم بالرد عليكم في أقرب وقت دمتم في رعاية الله عزيزي المشاهد إذا كنت تشاهدنا لأول مرة فأدعوك للإشراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لكي تتوصل بكل جديد فور نشره شكرا وإلى اللقاء